يقول عندنا في الأياف بعد دفن الميت يقف أهل الميت صفين ليأخذوا العزاء لميتهم على هذا جائز التعزية مشروعة بالإجماع التعزية مشروعة بالإجماع لم يختلف العلماء في مشروعية التعزية لكن ما صورة التعزية لم يكن لها رسم ثابت ولا صورة ثابتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحيانا الرسول يذهب إلى بيت من مات له ميت يعزيه كما ذهب إلى بيت جعفر بعد مقتله بثلاثة أيام وعز آل جعفر على ميتهم وأحيانا الناس يذهبون إلى الميت عموما في البيت كانت عائشة كما في البخاري ومسلم إذا مات لها الميت وجاء الناس فانصرفوا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن فشاد أنهم كانوا يأتونها يعزونها فلم يكن للتعزية صورة بعينها على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك الآن إن شئت أن تعزي في الهاتف عزيت عن بعد ولا يلزم أن تذهب فإن كان عزيزا حتى عليك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه ابنته أن ابنا لي قبض فأرسل إليها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأقسمت عليه أن يأتيها فذهب إليها وعزاها فالشاهد أنه يجوز أن يعزي بمرسال يجوز أن يعزي بمرسال ترسل رسولا يعزي نيابة عنك تعزي في الهاتف تعزي في العمل تعزي في الطريق تعزي إذا لقيته عند قبر حيثما تيسرت التعزية عزي دون مشقة عليك وعلى أهل الميت فحيثما وجدت المشقة ابتعدنا عنها والله أعلم أما الذين يقولون لا عزاء للسيدات فيظنون أنها سنة وليست بسنة فالنسوة يعزي بعضهن بعضا أيضا كما أن الرجال يعزي بعضهن بعضا إلا إذا كانت المرأة ستصدر منها مخالفات شرعية فإبعاد المخالفات شرعية ترجمة نانسي قنقر